بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا Chapter 12 Keys and Couplings وبندخل على Couplings إيه هي الـ Couplings لما يكون عندي في الصناعة الموتور بينتج Separated والبومب أيضا بتنتج Separated ده طبعا على المستوى الصناعي المضخة حجمها كبير بتنتج وحدها والبومب أو الموتور أيضا بينتج إلى بينتج وحده طيب لما أحب أوصل اللي اتنين مع بعض بحيث أن العمود أو الشافت بتاع الموتور يدور الشافت بتاع المضخة فبالتالي بحتاج إلى وسيط هذا الوسيط اللي أنا بسميه أو القارنات الكابلنج هنا أو القارنة بتقرن عمود الموتور بعمود المضخة بحيث إن لو دار عمود الموتور بيدور عمود المضخة وبالتالي البومب بتقوم بالوظيفة بتاعتها من حيث ضخ الفلويد اللي بيمر بيها طيب الوظيفة بتاعت الكابلنج هي عبارة عن إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ معناها إن هي بتستخدم في وصل الأعمدة للأجزاء اللي بتنتج على حدة زي ما شوفنا في المثال اللي قبل كده اللي هو الشافت العمود بتاع الموتور والعمود بتاع المضخة ومن ثم ممكن إن أنا أعمل كمان ديس كونيكشن أفصلهم من بعض لأغراض الريبير أو الارتريشن اللي هي أغراض الصيانة أو التبديل السبب الثاني ودي هنتكلم عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله المساليمنت هي عبارة عن إيه؟ الانحراف في الاستقامة بعض أنواع الكابلنج مصممة بحيث أنها تستوعب المساليمنت أو الانحراف في الاستقامة ما بين الأعمدة وبعضها عشان ينتج عندي الميكانيكال فليكسابلنج أو المرونة ميكانيكية نقطة اللي بعد كده بتقلل من انتقال الأحمال المفاجئة أو الأحمال الصدمية بعض الكابلنج من ضمن المكونات بتاعتها بتحتوي على الربر أو المطاط اللي بيعمل دامبينج أو شوك أبزوربينج أو اخماد للصدمات نقطة اللي بعد كده لما يكون عندي فيه أوفرلود أو حمل زايد عن اللازم فبالتالي بيحصل إن الكابلنج دي ممكن تنكسر بحيث أن هي تحمي أجزاء أخرى بعد كده يعني على سبيل المسال عندنا في التايرز أو الكفرات بتاعت السيارات أو الأعمدة اللي موصلة الحركة هنا عن طريق الكابلنج هنا مثلا الجير باكس ده الجير باكس اللي بيمتج الحركة اللي بيوصلها للعجلات بتاعت السيارة وهنا فيه كونيكتينج روت أو كابلنج طبعا من النوع اللي هو الفليكسبل في الحالة دي لما يكون فيه عندي أوفرلود وقع على العجلات بتاعت السيارة ممكن أنه يحصل كسر للجزء ده وده اللي احنا بنسميه بروتيكشن ليه؟ عشان بيحمي الجير باكس أنا ممكن أضحي بالجزء ده لكن التضحية بالجير باكس هتكلف كتير نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله